صراعات محتدمة وخلافات على ما يبدو أنها ستتفاقم أكثر والهدف المنشود للمتخالفين هو رئاسة التحالف الوطني الذي يغادره عمار الحكيم نهاية الشهر الحالي مع بدء العد التنازلي لانتهاء فترة الحكيم تصاعدت وتيرة المنافسة التي تصل حد صراع بين أطراف قيل فيما مضى أنها منسجمة متلائمة ولا يمكن أن تتناحر لكن الحقيقة تقول أنهم سقطوا في الاختبار وأسفرت نواياهم عن مطامع خاصة هدفها السلطة لا سواها يشتد الصراع على آخره في أرويقة التحالف الوطني الحاكم في العراق لاختيار خليفة للحكيم الذي سيذهب لتأتي مشاكل تتكشف شيئا فشيئا فالحكيم حسم أمره ورفض مقترحا بالبقاء إلى حين عقد الانتخابات النيابية المقررة في نيسان المقبل وقال إنه سيغادر في موعده بحسب عضو في التحالف الوطني فأن أتلاف دولة القانون بزعامة المالكي يطالب بالمنصب وما يرجح أن الأمور تنحدر سريعا نحو خلاف حاد وجود أكثر من مرشح الاتلاف رشح المالكي ونائب الرئيس السابق خضير الخزاعي ورئيس ميليشيا بدر هاد العامري لخلافة الحكيم تعدد المرشحون ومعه تعددت منافسات تشبه حربا تسعى إلى الحصول على الأصوات الكافية للفوز بالمنصب صراع أحدث خلافا كبيرا بين المالكي والعامري الذي هدد بالانسحاب من اتلاف دولة القانون الزواج الكاثوليكي بحسب القيادة في ميليشيا بدر معين الكاظمي بين المالكي والعامري انتهى في وقت أعلنت ميليشيا بدر ترشيحها للعامري كبديل للحكيم ما يعني أن لغة المصالح اليوم تدفع العامري ليتنصل مما ظنه حقيقة لا شك فيها وهي علاقته بالمالكي التي وصفت زواجا كاثوليكيا لا يواجه طلاقا وقطيعة فحسب فهي علاقة مطامع أطرافها ستفضي إلى طرق متباينة ربما تؤدي إلى تفكك التحالف ربما تشاهدون